أكد رئيس مجلس الوزراء مصفى متبولي أن تجربة إنشاء صندوق الاستثمار في الذهب والتي تأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور تؤمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء لتقرير من رئيس مجلس إدارة الهيئة العمع للرقابة المالية محمد فريد صالح حول آخر مستجدات أنشطة صندوق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صندوق الاستثمار في المعادن النفيسة ذلك عن شهري يوليو وأغسطس الماضيين والذي أوضح أنه تم إطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب خلال يونيو الماضي يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب